السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في انطباع منغا وان بيس وتسجزا يسير الفصل 1101 نعم لازلنا ومستمرين في هذا النوع من الانطباعات لازل تعتذر لبعض منكم وعجبهم الستايل ولكن الكثير عجبهم فنعتذر للبعض ونقول للكثير شكرا لكم على تليقاتكم الإيجابية واللي إن شاء الله مكملين معاكم بذلك الستايل على الأقل إلي ما تنتهي هذا الارك أو هذه الأحداث اللي ما أعرف ما أعرف أودا إلى ماتا سيظل يستمر في هذا الأداء بهذا المستوى بهذا الجنون بهذا الدراما الحزينة بهذا الإبداع يعني إلى ماتا يا أودا قبل لا نبدأ وقبل كل شيء لازم نذكركم لا تنسون الدعاء لإخواننا وهلنا في غزة الله ينصرهم على منعداهم ويرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم ويآمن روعاتهم ولا تنسوا تدعمونهم في منصة تساهم والآن نبدأ مع الفصل اللي اتدى حيث انتهى الفصل اللي طاف زيارة كما لمملكة قوها في الأزرق الشرقي وبالتحديد في جبل قربه لوفي ماد رجلة من فوق الجبل قامونا قامونا وينزلها على الأرض اللي هو الفأس طبعا كما كان ينظر إلى الأعلى بدهشة أنا شاف رجل لوفي تمتد وتتمطط كالمطاط إلى سقف عالي جدا جدا وتنزل إلى الأرض تكسر الأرض هذا رد على كثير من اللي كان يشككون على أن لوفي القدرة هذه ما كانت عندها وانا كان يطلعها ويتقدم لا يعني أول مرة استخدم الفأس هذه ذا من الغلطان كان ضد أرلونغ ويمكن استخدمها قبل كصوت ولكن كفأس لتصعد إلى السماء وتنزل كذا أظن إذا من الغلطان كانت لأول مرة قدام أرلونغ في حدث نامي دمر أبا جزيرة الأرلونغ بار كلها فهذه التدريبات قبل لا يطلع للبحر أصلا فجل مشت عند لوفي كيف الرجل ضربت الأرض ودمرت الأرض كسرت الجبل يعني صخر الجبل مرة مرة قاسي كسرته تكسير كيف أن النمر والتمساح اللي كانوا جانبهم بقضمه رتاعه جدا وخافه جدا 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 من قدرة لوفي وكما ينظر من بعيد إلى لوفي ويراقب من بين الأشجار وفي ذا اللحظة كما تذكر حوار دار بينه وبين دراجون عندما زاروا مملكة قوة هذه قبل أربع خمس ما أذكر بالضبط متى بسي لحظة خروج سابو من هذه الجزيرة عندما جاءوا التنين السموية وأطلقوا على سابو كانوا يقتلونه وأحرقوا الجزيرة هذه ودراجون أنقذ سابو وأوقفوا النيران وهم طلعين من الجزيرة في سفينة دراجون كما كانوا يكلموا دراجون ويقولوا دراجون لم أتوقع أنك تعرف الكثير عن هذه الدولة اللي هي مملكة قوة كما أنك ذهبت لتتمشى في قرية صغيرة خارج البلدة طبعا هذه كانت قرية الطواحين اللي موجد فيها البار وموجد فيها لوفي وكنت تراقب صبيا أينما ذهب يمرحنا قرية الطواحين عينك كانت على بازر الطالعة وفي ذاك الوقت لوفي كان لسه صغير يعني أصغر من عمر الحالي بكثير دراجون رد عليكم برد كذا جامد وقال ستتسبب في مقتلي إن أكملت كلامك كما التفتلي وقال له لماذا فرد عليه بكل ثقة ورد مرعب جدا يبقى يقول لك مدى حب دراجون لولده ومدى اهتمامه فيه لأن الأبناء هم نقطة ضعف الآباء ويا لها من كلمة في الصميم ترى اللحظة يقول ذلكلام حق كما كما ما بعد ياخذ جني ما بعد يربي جني ما عنده طفلة أصلا فما كان يعرف ذو الشعور وذو الكلام اللي قاعد يتكلم عنه دراجون فرد على طول قال له المعذرة سأنسى الأمر أو يمكننا عنده جني وبدأ يربيه بس كان توا عمرها ثلاثة أربعة سنوات رجع المشهد للوقت الحالي وكمه من بعيد يقعد يراقب لوفي وينظر له بنظرة كذا ثاقبة يعني يشوف وجه الشبه بينه وبين أبوه دراجون يدري إن هذا الطفل اللي كان يتكلم عنه دراجون يدري ولوفي قاعد يصارخ ويتكلم مع الحيوانات لنه طبعا في ذا الوقت إيس أريدي طلع سابه وارريدي ظنه نمات فما بقى أحد معه في الجزيرة لذي الحيوانات السلف معه بيقول يالها من حركة قاضية سأستخدمه عنده مخاجهة خصم قوي معنات أن الحركة عنده من قبل بس ما استخدمه على الخصوم اللي قابل باقي دون كريغ أو حكاب تنكره فيدى سمالة ذلي كافيون بستلو ويب الصوت بازوكا بينما الفاس ونودي ما استخدمه على أرلنج وكمل كلام يقول لأنني عندما أصبح قرصانا وأجمع طاقما يعني لما أصبح قرصان وأجمع لي طاقم قوي فقد يهزم أحدهم يقصد أحد طاقمي أو يقبض عليه وهذا الحال اللي صار فعلا نامي في ذاك الوقت كانت مقبض عليها من قبل أرلنج طبعا هي كانت تابعة لأرلنج ولكن قولوا في يوم دخل مقر أرلنج بارك عرف أنه فعلا نامي رهينة عند أرلنج وأرلنج باستخدم قريتها قرية كوبوياشي كطوق يربط أو سلاسل يربط بها نامي كعبد عنده وخادم عنده وقاعد يكمل كلام يقول ولن أسمح بهذا أبدا ما رح أسمع لحد من طاقمي يهزم أو يقبض عليه سأستخدمها حينها باستخدم الضربة القاضية ذي وسأقضي على الخصم كأين من كان طبعا في ذا الوقت كان أرلنج بالفأس المطاطي أترون واللي وراء النمر والتمساح كانوا خايفين مو من لوفي من ضربة لوفي الجبارة كانوا خايفين من كومة ومستشعرين بقوة كومة اللي قاعد يراقب لوفي من بعيد وهنا اللي كانت وعطانا بطاقة تعرفية للوفي ما قال قرصام ما قال كابتن ما قال قبعة القاش لأن في ذاك الوقت كان ينزال طفل عمر 16 سنة ما بعد يكون طاقم قراصين ما بعد يبحر ما بعد يصير عنده أي شيء فلتمت عليهم بلوفي يقول شفيكم أنا ما أكلوا الضعفاء ما بتأمر عليكم وكلكم ليش خايفين مني لها الدرجة وهم قاقوا قاقوا خايفين مرة 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 متوترين من الهالة اللي قاعد تجي تجيهم ويستشعرونها من كومة اللحظة دي جدت يصال على كومة على الدندن مش عقب فمع الصوت ومع الهالة اللي طلعت منها لوفي استشعر فيه وقال ما أمدى لوفي التفت إلا ذاك ضرب بيده ضرب بيده جسمه أخفى جسمه طير نفسه للهواء أو للمكان اللي هو يبيروح له سواء كان السفينة حقته اللي موجودة على الجزيرة أو حتى مكان ثانية بعد هذه فلوفي التفت قال ما أنا هناك ما التفت قال ما تلك الهالة التي شعرت بها اللي شعر لها بدني يعني حتى لوفي استشعر بالخوف والقوة حقت كومة والهالة حقته ولحظة وجود فلوفي قاعد تكلم نفسه يقول أي عقل أنه ما يزال هنا لك سيد الجبل لا يزال وحش قوي سيد لهذا الجبل سأقضي عليه قبل أبحاري حتما لازم أقاتل وقضي عليه عشان ناثب أزيد قوة عشان ناثبت نفسه انتقل المشهد إلى المهمة التي أوكلت إلى كومة كأحد الشيشي بوكاي حاليا فاتصال كان من حكومة العالم يقول هاجم قراصنا على سفينة تجارية ويحاولون الهرب حاليا دمر سفينتهم يا كومة فالمهمة الحق الحرامية القراصنة يسرقوا سفينة تجارية ودمرهم كومة لا كومة لأن إنسان طيب راح للسفينة المدمرة السفينة تجارية المدمرة اللي قاد تحترك ويوم وصل جنبهم وقف جنبهم جنود اللي فيها أو يعني السكان اللي فيها قاعد يقولوا لقد داهمون القراصنة فجأة فأول ما نزل كومة عندهم قال ننقل الجرحة إلى أقرب مستشفى هورن فذي يقول ناني مصدمين يعني مو عشو تروح تنقذ المصابين في السفينة تجارية الأمر اللي جاك إنك تروح تتقل أو تهزم وتقتل القراصنة اللي سرقوا السفينة تجارية ويظهر كومة وشايلة عدة مصابين على يدينا وقاعد يقول باقي الركاب اللي على السفينة سأسبقكم بالذهاب اتبعوني أنتم أيضا يعني أنا بأسبقكم وروح للمستشفى وتلحقوني بسفينتكم يقول حسنا شكرا جزيلا لك خشينا أن يفوتنا الأوان وما نقدر ننقذ المصابين يعني المصابين ذي اللي إصابتهم خطرة ظنينا بيمتون وما رح يمديني أن ننقذهم فشكرا لك لأنك جيت وقاعد تنقذهم بس سرع وقت ممكن وطبعا كومة انتقال آني طقي طقي روح وصل عند المستشفى ودين دموش يتصل أجب حالا يا كومة هذا الكلام كان في الصباح طبعا في الليل وصل فعلا كومة لحق القراص أنا طائما أتوقع أن وهذا الشي ما ظهر حتى الآن أن كومة يقدر يطير مو بس نفسه حتى سفينة يقدر يطيرها أعتقاد منه وهذا الشي رح يظهر بناية الأرق أن كومة رح يطير سفينة لوفي هذا التوقع مني قلت من زمان وصل كومة عند سفينة القراصين وكلهم مستسلم وعلى طول دريق خايفين من سمعته اسمه والصيت القوي اللي ظهر حول كومة نحن آسفون سنعيد كل ما أخذناها خلاص سمحنا واحد ثاني يكلم جنود يا وغاد عيدوا الكنوز بسرعة قبل النقطة لأنه معارفين كومة ومدى خطورة كومة كأحد تشجبه كاية وكوة أنه يمدي يقتل ويدمر ويرجع الأسطورة كومة يكتب الرسائل اللطيفة والضريفة والملئة بالمشاعر تجاه بنته جولاري بوني عزيزتي بوني واللي باي ذوي هذا عنوان الفصل يعني عنوان الفصل عزيزتي بوني العالم مليء بالمناظر الجميلة الخلابة في المنظر كان يبحر على غروب الشمس أو يمكن قمر ما أدري يعني أتوقع مع الميوزيك وقت الأنمي هذا المشهد راح يكون في قمة الرواع نكمل كلامه في الرسالة التي لا توصفها الصور ولا الرسمات في الكتب يعني مهما أنت قريتي يا جولاري بوني في الكتب اللي قرتيها عن جمال جزيرة السماء جمال تلك الجزيرة وصف أو حتى صورة ما توفي الطبيعة والجمال اللي أنا قاعد أشوفها حق وهنا أنا بس أوقف نقطة يعني أعكد على حقيقة الكلام اللي قاعد يقولكمها وحقيقة الكلام اللي قاعد أكتبها الكاتب المبدع هذا اللي مهما وصف ومهما الرسم في منقته فعليا المشاعر ما توصل بس الجزئية هذه الكلام يعني أنا شفت صور كثير الجزر الملديف قبل أن أسافر لها ويوم رحت لها عشت تجربة مختلفة تماما شعور الهواء وهي مر عليك والأمطار وهي تنزل عليك النسيم يعني هذه الأشياء ما تقدر تستشعرها لا من الصور ولا من فيديو ولا تعيش أجواء اللي إذا رحت بنفسك في المناظر الخلابة وطبيعية هذه اللي شفتها حتى في البوسنا جميلة جدا 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 الشلالات مهما شفت لها صور مهما شفت لها فيديوهات لن تعيش الأجواء اللي إذا أنت بنفسك رحت وجربت وعشتها بنفسك طبعا أنا كنت قاد أقرأ الفصل وقت الله في رأيكشن ويوم جيت عند الجملة هذه خلاص بديتها تعب نفسي تداء من الجملة اللي بقرأها بعد شوي بدأ التعب النفسي وبدأ الزعل والحزن يستمر كما قاعد يكمل كلامه ويكتب يقول كم أود رؤية تعابير الفرحة التي سترتسم على محياك عند رؤيتها يا الله ثم هو يقول كم كنت أود وعارف أن ذا الشي لن يحصل فعلا هي جولي ريبوني ما تعرف ذا الشي ولكن هو كما يعرف أن حسب الوعد اللي وعده أنه رح تمسع ذكرته ورح يفقد هويته بالكامل لو صرت أمر عشر سنوات الوقت اللي رح تطلع فيه اللي تبحر وتشوفها المناظر ما رغم أنه وعدها واتفق معاها أنهم رح يحرم مع بعض ويشوفون المناظر ذي مع بعض والحين يكتب كنت أتمنى أشوف تعبير الرسم على واجه شوة لكن أنا عارف أني ما رح أشوفها يا ويلي ويلا انتقل المشهد عند مملكة سوربيت ويجيبون لك جوليري بوني وهي مرة مرة صغيرة وتتصرف تتصرف كيوت قعد تطل من داخل الكنيسة على صندوق الرسائل صندوق البريد اللي عادة دائما صندوق البريد يكون في فتحة من برد تأخذ الرسائل ويكون في فتحة من داخل تطل وتأخذ الرسائل لو صلات فقعد تقول ألم تصل بعد 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 قادت تتظر رسائل من أبوها وأتباعها اللي فيما بعد أصبحوا أتباعها طبعا دايلي للناس أم الرفاق اللي تنمروا عليكم أم الطفل صغير أول من نزل الجزيرة رموا علي حصاء وجيني أم جولي ريبوني عن نفاتهم وبعدها أصبحوا أصدقاء وخقوا على جيني وصاروا يصددون لها سمك ويجبوا لها سمك كل يوم حاولوا يرضونها يحاولوا يكسبون ودها وماتت جيني قدام عيونهم وانوالدت جولي ريبوني قدامهم واعتنوا فيها طوض المدة ولازلوا موجودين حتى الآن وقاعدين يحاولون يبررون لكما تقول لعله مشغول بعمله أو ربما أخطى طائر الأخبار العنوان لأن الرسائل ينقلها وتقالت ترد جولي ريبوني في ذا الوقت وتقول ولكن أبي قال أنه سيكتب لي رسائل كثيرة ويردون عليه يحاولون يصبرون يقولها أصبري قد يستغرق وصولها وقتا طويلا يعني يمكنك كتب كثير ويأخذ وقت على ما توصل الرسائل وتجي العجوز كوني الأسطورية وتقول لها ولكنها ستصلك في النهاية يا بوني لا تخافي في النهاية الرسائل رح توصل لش ويجي طائر النورس يرمي الجريدة ومربوط مع الجريدة رسالة وصلت رسالة تكون أخيرا أخيرا فتجيك الحقيرة المنحطة السافلة الملعونة ألفة الممرضة اللعينة اللي تابن عميلة حكومة العالم وتشوف إنها صحيفة ومعها رسالة يعني شفت رسالة من أب البنتة تصرف الطبيعي اللي تسوي إيش ما دي الرسالة صندق البريد وتحطها تقرى الجريدة فتجي المريضة الحقيرة التي تعطي واحد منها تباعها تقولها خذها إلى صندوق البريد حق الكنيسة يقولها علم ويروح فعلا نقطها فتجي دي جريبني أهي رسالة اللي جات رسالة ويرد الجندي لا إنها صحيفة فقط وتطلع تعبير البؤس والكآب على وجه جولي ربني وهين الرسائل أنا نازلت انتظر الرسائل ومجهة الرسالة ويجون أتباع ألفة التافهة السافلة المنحطة ويسألونها يقولها هل هي رسالة مجدد لأن افتحت الرسالة افتحتها بكل وقاحة رسالة موجهة من أب إلى بنتها وقالت تفتحها وتقرها بكل وقاحة أنا قلت دائم ممكن يعني تقرها عساس تتطمن إنها ما يكون فيها اتفاق إنه يوعدها أو إنه يهرب معاها أو 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 فتقول نعم فيردوا عليه كم رسالة أرسل فتردوا يتقول إنه يرسل عشر رسائل في الشهر بمعدل رسالة كل ثلاثة أيام يرسل عشر رسائل في الشهر والصدمة الأكبر تقول إنه أرسل عشرات الرسائل حتى الآن يعني على مدى الست شهر اللي طافت أرسل عشرات الرسائل وتشوف الرسالة قدام مفتوحة وقرأتها مكتوبة عن الرسالة عنوانها عزيزتي بوني دير بوني وتقول إنه يحسن الكتاب يعني جيد في الكتابة والتعبير وتأخذ الرسالة وبكل بجاها وبكل انحطاط أخلاقي وفكري وكل حاجة وتشخ تشخ تشخ تبزقها وتقول يا للتفاها أنا آسف أنا آسف إذا الضربة ذي روعتك أنا آسف إذا الضربة ذي ما أقلطتك مشاعر غضبي وحقدي ويكمل الكاتب نقل الرسالة اللي كتبها كما إلى بنت آخر ما أود قوله لك يا بوني يعني كتب وصف المواقع اللي راح لها وصوله وحكى وتكلم ونكت وضحك وعبر ويقول رغم أنني قلتها كثيرا أنا كتبت أشر في الرسالة حقتي ذي كثير مرات أحبك حبا جمع سأكتب لك مجددا في أقرب فرصة يا إلهي يا إلهي مع هذا الكاتب المجنون ووريك الكاتب أن جولري بوني يعني طوض الوقت تتدرب لأن كانت تقول أنا لازم أصير قوية عشان لما أبلغ عشر سنوات رح أبحر مع أبي فأكون جاهزة قوية فتقول لها تصارع يا جيو جيو هذا هو واحد من أتباعها وكانوا طبعا يلعبون لعبة جيقة ومدي جينقة دي اللي تسحب المربعات ومدي الطيب فكان دينا حاولون يسألها أي ترفيه أي رياضة أي متعب في وسط الكنيسة عشان ما تمل ما تزهج لأنها ما تقدر تطلع بر فيقول لها مجددا أي مرة أتي بتصارع أي ماذا أن لعبة الجنقة يا أبوني ويتقول لها تصارع لأنها عاصبة وغاضبة وتحاول تفرغ غضبها وحقدها أنها ما تجدت الرسائل من أبوها حتى الآن في المسكين ويتصارعهم دخلت الملعونة القدرة المنحطة الألفة إلى الكنيسة تقول حالة وقت الدواء يا أبوني كان ألعن أبو الابتسام الصفراء النفاق والوجهين اللي عليها الشخصية النذلة القدرة المنحطة طبعا يوم ما تخلط كانت بوني مرة عملاقة وراصة وجهة جوجيو ذا في الأرض فأول ما تخلط جولي ريبوني تسخارت على طول فألفل تفتت قلت ماذا هل كنت توهم أم أن بوني تحولت إلى فتاة ضخمة فعليا بوني كانت متحولة على شكل فتاة ضخمة وهذه نقطة مهمة قد لمح لها الكاتب أن جولي ريبوني أن تقدر تحولها على عدة مسارات ففي مسار معين تكون عجوز متراهلة في مسارتنا تكون عجوز رياضية عجوز كذا فتقدر تغير في الزمن وتتغير في أكثر من شكل بقدرة توشي توشي هذه بقدرة العمار هذه اللي تقدر تأخذ عمرك أو شكلك في مسار آخر توشي توشي بعد ما أكلت جولي ريبوني الدواء قالت الدواء مر أكرهة قالت لهذا لأنه فعال يعني دائما يقولون أن الدواء المر يكون يعني مفعولة أقوى بس في عقلها الباطق قالت تتكلم وتقول أنه مجرد مشروب غازي رديء بالليمون يعني فعليا قالت تكذب عليه حطت لها دواء زي المشروب غاز زي الكولة عصر عليه ليمون عشان يصير طعامها مر وتخدعها بس عشان تخدعها أنا موجود عشان أعطيش الدواء لأنه شي تزلت علي جيمة تقولين تطلعينه كذا جوجيو هذا الواحد المساعدين التفت على الجدة كوني قاعد يكلمه بالسر بالهدوء أيها الجدة كوني لماذا علينا أخفى قدرة بوني ليش نخفي عن ألفها وعن البقية قدرة بوني تتحكم بعمرها تصغر وتكبره وطلع أشكال مختلفة من عمرها فردت الجدة كوني بحنكة وذكاء راهبين جدة جدة خلتني أعجب بهذه الشخصية أكثر وأكثر لا ضير من أخذ الحيطة يقال أن الصقر البارع يخفي مخالبة يعني الصقر إذا هو ذكي فعلا بارع وهو يهجم ما يظهر مخالبة للفريسة أو للعدو انتقل مشهد إلى إقهد اللي حاليا نسمه إقهد في ذاك الزمن كان نسمه وحدة العلوم البحرية SSG معمل الأبحاث رقم ثمانية طبعا اللي كان يتكلم ستيسي نقول هذا مذهل يا دكتور هل انتهيت بهذه السرعة هل بنت يعني دل والجزيرة فعلا مبنت أول مرة أجابوها لنا قبل ستة شهرة أو قبل سنة ما كان فيه إلا مبناء ومبنيين في الصورة الحالية كان فيه فوق العشرين مبناء في الجزيرة وتقول هل انتهيت بهذه السرعة ويقول تبقى أن أجعل المعمل والدماغ اللي هو طبعا الأركايفز حقتها يطفوان باستخدام غيوم الجزيرة لكنني سأجعل الجزء المرئي منهما مجرد مجسم صوري يعني بدأ يتكلم عن المجسم الثريدي والقدرات اللي كان يسويها في هذا كذا كمل كلام يقول هذا ما كنت أنوي فعلا في بنك هازرد يعني أنا فعليا لو ما فجر الحمار سيزر جزيرتي اللي هي بنك هازرد كانت هذه اللي أنا كنت بسويه في بنك هازرد ولكن لأني طلعت من هناك ويجيت هنا حالين في الجزيرة هذه تخططي هذا هدفي اللي بسوي تكمل ستيسي كلامها وتقولها يبدو أن رأسك صار مرتبا أيضا صار جميل وتفواحة وكذا ويقولها بيب بيب بيو بيو حركته وضحكته الغبية أشعر أنني على وشك الطيران من شدة خفتها يعني من كثير من كان رأسك كبر وثقيل ومليام معلومات مو بقادر يتحرك منه من كثير ثقل رأسك حين يقول من كثير ما هو خفيف حس أني بطير في الهواء من كثير ما أنا خفيف لدفتت ستيسي أو ستوسي على كومو وقالت لا سمعت أنك على وشك أن تفقد ذاتك يا كومو سمعت أنك قررت خلاص بتفقد ذاتك وذكرياتك وكل شيء وقالت بعدها كلمة قوية جدا ومؤثرة جدا وعاطفية جدا وفيها عمق مطبيعي نقول أتساءل أيهما أشد بؤسة بشري فقد ذاته اللي هو أنت يكونها أم مستنسخ يملك وعي أنت أقصد نفسه أن هي مستنسخة من السوسي الحقيقية اللي هي زوجة اللحي البيضاء وأم إدوارد ويفل ابن اللحي البيضاء على الأغلب ما ندير حتى لا إذا كانت شي صحيح ممكن أنه حتى هو مستنسخ ما ندير فرد عليها دكتور فيجابانك بسلوب مرة مرة لطيف برضو مقتضب على الخفيف توقفي يا ستيسي فأنت بشرية مثلنا يعني أنت مش نسخة تمتلك وعي يعني رد مستنسخ تمتلك وعي لا أنت بشرية مثلنا هذا اللي حبي يعتقدها دكتور فيجابانك لأنه يعتبرها أول تجربة استلساخ حقيقية ناجحة هنا كما سأل دكتور فيجابانك سؤال عميق شوي ومخيف شوي قاعد يقول عندما أفقد ذاتي وهذا اللي بيصير يعني ماذا سيحدث فيجابانك؟ شلي ممكن يصير؟ فقال لها دكتور فيجابانك مهما قلت الآن مهما أنت حاولت تقول لي وتقلع نفسك وتقلع حكومة العالم أنك راح تنفذ أوامر البحرية بحذفير يعني مهما أمروك بتنفذ ورح تعصي أوامرهم فهل تستطيع التنفيذ لو طلب منك قتل طفل أنا عارفك قديش طيب ومحب للسلام وبسيفست لو طلب منك أنت يكومه كالشخص الطيب هذا من حكومة العالم طلب أنك تقتل طفل هل راح تقتله؟ بالطبع لا بالطبع راح ترفض أكشلي قبل كم مشهد في فتاة الفصل أنه أعطوه أمر أن يروح يعتقل للأشرار ساحبه لشن راح ينقذ المساكين اللي مصابين في سفينة التجار بعدين راح نفذ المهمة فهو من الآن مو قاعد ينفذ أمر حكومة العالم 100% ويقمل تكتور فيجابان كلام عشان يوصل لها قد إيش يعني يضرب لها مثال أو يوضح لها لما أقول لك راح تفقد ذاكرتك راح تفقد ذاتك هذا اللي بيصير فألا يقول لها لذا فقدان الذات الذي اشترطوه اللي اشترطوه عليك ذي الحكومة العالم يعني فقدان وعيك وذكرياتك ومشاعرك الثلاثة أشياء ذي كلا اللي هتفقدها التي قد تمنعك من تنفيذ أي أمر يملونه عليك يعني بالعربي مهما كان الأمر راح تنفذ وانت ساكت لأنك بتكون فقد ذاتك فقد ذكرياتك فقد مشاعري وأكمل كلام يقول ولكنني سأحرص على إبقاء الحد الأدنى الممكن من وعيك إلى أن ننتهي يعني أنا قاد أحاولك إلى آلة آلة كومبيت بس قد ما أقدر بحاول إليه ما تكتمل التغييرات مئة بالمئة اللي المرض بعد سنتين لو قبل بتتحركوا المليفورد بعد انتهاء خبير شابودي بالضبط حالي أعرف الوقت بالضبط بس في القصة يعني هم حاليا ما بعد يذكرونها بحاول أحافظ على أكبر أقل قدر ممكن من وعيك إلى ما ننتهي أي بعد سنة تقريبا يعني بعد سنة من الآن تقريبا رح فعلا تفقد وعيك ورح تفقد ذكرياتك ورح تفقد مشاعرك ووقتها خلاص لن تكون أنت رح تكون آلة بالكامل شبه مي فجأة دكتور ريقابانك اتبه أن كومو ممركز معه ولا بقال يعني سأل السؤال وصحب عليه فقال له هل تكتب رسالة أخرى كوم رد بكل براءة الأبوة وعطف حنان الأب مدام وقتي لم ينفذ بعد مدام وقتي منتها لسه بقيل سنة فسأستمر بالكتابة لها رح استمر أكتب لها رسائل وإخبارها بمدى حبي لها سأستغل هذا العام ليعبر عن مشاعر تكفي لتغمرها مدى الحياة والكلبة مو قاعدة تخلي الرسائل توصل قاعدة تمزق حاجة الرسائل في الشهر تمزق تيسيا وستوسيا وقتها كانت موجودة وقتها تتالي قلت فوفوفو ما ألطفك يعني خقت عليه تشوف أن مدى لطافتها كأب في التعامل مع بنتها وقاعد يقول ويأمل نفسها يعني يتكلم بسلوب مرة مرة لطيف بوني ستصبح في التاسع عامة قريب كيف صار حجمها يا تورا يعني قد إيش كبرت في الرد علي دكتور فيقا لا تتغير في هذه الصراح المعمل في داخل المعمل دكتور فيقا بانك لا أدري متى ستصلك هذه الرسالة ولكن مبروك على عيد ميلادك التاسع أنا الآن في معمل أبحاث فيقا بانك قاعد يكتب لها وين ما يروح يكتب أنا هنا أنا هنا أنا رحت هنا أنا سويت كذا تقل المشهد إلى الكنيسة والناس قلت أصرخ اللي جيين حق بوني بوني عيد ميلاد سعيد تانجوبي عيد ميلاد سعيد يا بوني وطح طح طح يفرقون لها الهدايا وجيبين لها كيك وجيبين لها كل شي ويكملون كلام يقولون لها الجدة كوني أعدت لك بيتزا عملاقة خاصة مرحى شكرا لكم فرحان وقالت تتاكل فيه تقول إنها لذيذة ويوم نام والشعب كلهم راحت تتسلل بعد قد تطلع بره الكنيسة لأنه خطر عليها فتحت صندوق الرسائل وحطت يده وتدور 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 وتقول لا يوجد لم تصل أي رسائل طول هذه المدة ما وصلتها ولا رسالة من أبوها فيني حد عليها يا عالم اللي اسمها ألف الكلب هذي كانت مزق كل الرسائل ما اسمحت ولا رسالة واحدة من أبوها تصل ويجيبون كوني ويجيبون المشهد على جل ريبوني قاعدة تبكي وتقول ألا تعلم أنني أصبحت في التاسعة يا هائك يعني أنت ما تدري أنا صراحة من 9 سنوات أي عقل أنك نسيت عيد ميلادي التاسعة وتبكي وتقول لك قد قلت أنك سترسلني كثيرا أنت وعادت وقلت أنك بترسلني كثير وصحبت عليه طفل عمرها 9 سنوات مهما كنت مشغول ما راح تتفهم المصيب أنه كان يكتب 10 رسالة في الشهر ما تصلها ولا واحدة منهم وهكذا مر نصف عام دون أن تصل رسالة واحدة إلى الكنيسة يعني حاليا مرت سنة ونصف صار عمر جولير يبوني 9 سنوات ونصف باقي نصف سنة على مرور سنتين على الأحداث اللي قبل مريفو تقل المشهد إلى المقر الجيش الثوري عند بلتيقو وسابه يتكلم مع الجنود أنقذكم كما مجددا والجنود يكلمون بأنهم موشي في أحد الجزر في جزيرة ما نعم أنقذنا عندما كان الجيش في خطر محدق يعني جيش الجيش الثوري أنه في خطر محدق أنه بننتهي بنتدمر لكنه غادر دون قول شيء مرة أخرى جي دخل كما فزع لنا أنقذنا ومشى بدون ما يقول ولا كلمة جي المشهد لدراغون وقال يقول إن كان هذا ما يريده كما فلا تتبعوه لا تلحقونا لا تطردونا خلوه والجنود كذي يجبوا لك كما سا يصرع هو يبعد يمشي في الغبار يختفي دراغون يبرر لكما بكل ثقة لا شك أنه لديه سبب ما لا يستطيع إخبارنا به وفعلا هو عنده سبب حاليا كما موجود مع حكومة العالم ولو ثبت عند حكومة العالم إنه قاعد يخونه وقاعد يساعد الجيش الثوري بيروح يتروح فيها جولاري بوني في السبب المقنع اللي عند كما إنه ما يقدر يفزع ولا يقدر يعني قاعد يفزع من الخفاء بالسر ودون لحد يدري إنه خائف على حياة بنتها بكل بساطة جل ما شهد عند الكنيسة وجل الابين تصرخ لقد شفيت انظري لقد اختفت الحجارة تماما كان فيه أثر حجارة على خدة صغير جدا واختفت تماما بعد العلاج لأن الدكتور اللي قبن قال بعد ستة شهر خلاص انتها علاجة بس لازم تتم سنة كاملة عشان تروح للأثار لازم أن تتعرض للشمس وفعلا بعد سنة كاملة دون تعرض للشمس أثر الجرح أو أثر المرض هذا الحجار اللي تكونت عشان واجهها اختفت فعلى طول جليري بوني الشي اللي تتمنى وتحلم فيه من يوم النطفة صغيرة أريد الخروج أبي أطلع أبي يشوف العالم أبي يسافر أبي يتحرك ترد الحقيرة ألفة لا يمكنك يا بوني لقد أمرنا بالعناية بك حتى عيد ميلادك العاشر عندنا أمرنا نعتني فيه ونحميش إليه ما يصل عمرش عشر سنوة فردت جليري بغير صحيح في فعلا كانت موجودة تذكر الكلام اللي قال دكتور فيجابانك فقالت أقول لها فيجابانك قال أن يسأشفى خلال عام واحد يعني بعد ست شهور ست شهور وعام فالحين بعد تسع سنة ونص صار مرة تسع سنة ونص خلاص شوفي وقد مر عام كامل من طلعت يعني من تم تتعالج تاخذ العلاج ست شهور رحين طلعت خلاص سنة فترد عليها بكل وقع فقلت لك لا يمكنك الخروج جل ما شهد داخل الكنيسة والجدة كوني بعد تساسر كل الموجودين في الكنيسة ألفا ومن معها عملاء استخبارات للحكومة سي بي اي طبعا فكلهم نعني وتقولهم اخفض سمعتها سمعت أنها قالت أن مرضك شفية تماما أثناء شربها في البلدة وهي قاعدة تسكر في البلدة غلطت خراتها يعني حق سربت المعلومات على قاعدة تاري وتقول لأن البنت اللي وجولي ريبوني شفيت تماما مرضها فجولي ريبوني تقول حقا مبسدومة فتجي الجدة كوني المجنونة ولأن فعليا أنا كنت أقول معقولة معقولة جولي ريبوني وهي طفلة صغيرة عمر عشر سنوات في الوقت تسس سنوات ونص خططت الكل شي وهربت إلى البحر وصارت قرصانة مش منطقي فتجي هنا دور الجدة العجوز كوني الرهيب الأسطرية الذكية أنا ما أعلم ماذا تخفي تحديدا ما أدي هالملعونة ألفة شكاعد تخفي لكن من الغريب أن تحبسك في الكنيسة في لسط الكنيسة النصف عام إضافي بالرغم من أنك شفيت تماما نحن نعرف لك شفيت تكتر فيك من قالش أن شفيت وهي بنفسها في لسط المدينة وهي سكرانة تكلمت وقالت أن شفيت بعدين تكمل كلاما تقول أليس من الغريب أن لا يرسلكم رسالة واحدة يعني حتى رسالة واحدة كما ما أرسل لاش معقول ذلكل كلام منطقي ذلكل كلام ما تحصلنا غريب ذال شي فترد جولي ريبوني تقول بلى يعني أبوي أنا عارفة طيب مرض بيرسل ليش ما أرسل فتجي هنا أبداع وجرأة كوني العجوز الأسطرية الشاطحة لقد أخبرت جيوجو والآخرين اللي معاه اذهبي إلى الميناء يا بوني طلع من هنا وروح للميناء أبحري معهم واذهبي إلى لقاء والد فجولي ريبوني هل يمكنني لقاءة للأسف لا يمكنك لقاءة ولكن أنت ما تعرفين ذا الشي ولا تدرين عنه أوه يلقوها تكمل كلامها العجوز ويتكلم جولي ريبوني تعطيه الخطها جيوجو والآخرين ليسوا مجرد صيادين ما هم مجرد صيادين سمك إنهم عصابة من الصيادين هم عصابة أصلا وعندهم خبرة بسيطة اسمهم كفيل برعاب القراصنة ووحوش البحر في الجوار يعني لا يغرش شكلهم طيباتهم وتعاملش مع عشكلهم طيبين تراهم عصابة صيادين وتراهم مرعبين جدا كل ثقة بأنهم سيساعدون على لقاءة بيك يعني لقاءة كومة وهنا نجي للنقطة الأساسية إن جولي ريبوني فعلا أصبحت كابتل القراصنة ذيلي ولكن هم برضو طاقم قراصنة أو طاقم صيادين عصابة صيادين ملعون وقوية فعلا طلعت العجوز واللي طبعا اكتشافنا ما بعد إنها موش العجوز هي جولي ريبوني بس منتشكل على شكل العجوز بقدرة العمر توشي نومي وتقول حق ألفة قدامها سأعود إلى القصر شايفة شنواتها وكذا تقول برجع للقصر بروح قلت لا ألفة حسن أتري من نفسك هذا العجوز بترجع قصر عادي ما فيه شي وبينما في الواقع هي جولي ريبوني قاعد تتمشى وقاعد تمشي قدامه وقدام الشمس وتقول هكذا يبدو العالم الخارجي إذن لا خمس سنوات ما شافت العالم أكشني أربع سنوات ونص بس فعليا وهي طفل عمرها خمس سنوات ما تذكر ما تذكر شعور الشمس ما تذكر شعور الهواء والأرض والطبيعة تقول التراب العشب السماء الشمس قاعدة تستلذب كل شي قاعدة تشوفها لأنها تظهر لأول مرة من برى الكنيسة من أربع سنوات ونص ما ظهرت في الشمس وشافت الشمس والعشب والرامبل والسماء ويجيبون لك الشياب العجز داخل الكنيسة بما فيهم طبعا الجدة كوني بوني تمشي في الخارج إنها معجزة حقيقية بعد أربع سنوات ونص وهي محبوسة وكل خايف عليها أنها ممكن تموت لبلغة العاشرة بفضل تضحية كومة والإبداع والجنون من دكتور فيقابانك استطاعت بعد سنة ونص أنها تخرج في الشمس وتتمشي في الشمس تشافت وتعبت من مرضها تماما فهذه فعلا معجزة من كان يدري أو من كان يظن أن يوم كهذا سيأتي من كان يتوقع أنه بيجي يوم يشوف جولي ريبوني تطلع في الشمس وتتمشي وتبحر قربت جولي ريبوني من الشاطئ رجعت الهيئة الطبيعية كطفلة تركض والقراسينا موجودين في السابينة يقولوا هنا يا بوني ويتناديهم جيوجو توتسو بوتيتو وهذا أسماء مساعدين الثلاثة اللي هم مشكلين عصابة ملعونة ونضم لها ناس بعدين يعني الطاقم قرصنتها مو بس أربع شخاص وتقولوا لقد خرجت يعني انحشت من الكنيسة وجيت هنا دون أن تدري ألفا لأن ألفا تظن اللي طلعت من الكنيسة العجوز راجع على القصر اندخلت ألفا الكنيسة وقاعدت تلفت ما شاء وتقول أين أبوني لقد غادرت قبل قليل أرملة يعني الأرملة العجوز كوني الجدة طلعت قبل شوي بس حينها دخلت ماني مشايف جولي ريبوني وين بوني فتطلع العجوز قدامها ولابسها ملابس جولي ريبوني وتقول لها أنا بوني وتقول لها كاذبية الشمطاء إلى الآن ألفا مو بعرفة أنها جولي ريبوني عندها فكرة شيطان تتحكم بالعمر وين تجي الحكمة العبقرية اللي جات عند العجوز كوني من البداية وقالت لهم لا تبخرون لألفا مو معها أن جولي ريبوني عندها فكرة شيطان الصقر الذكي يخفي مخالبة فجاء المشهد على السفينة وهم يقولون شكوا لنبحر وفرحانة كيوت يا قلب كذا يطلع منها وتصرخ الممصدق أننا قاعد سفينتها تبحر في البحر وقلوا لله لقد صنعنا سفينة من البيتزا أنت عمدنا خليت سفينتنا زي سفينة البيتزا شكل البيتزا ولو رجعت فعلا إلى سفينة جولي ريبوني الآن في خبيل شابودي راح تشوفونا فعلا إلى شكل سفينة بيتزا جات الملعونة ألفا تركض إلى الشاطئ توقفوا مكانكم وهم في السفينة يقولون إنها ألفا خايفين منهم معلنا على الشاطئ وهم أبحروا وردي وتكمل كلامه بصراخ مجنون هستيري ألفا الملعونة هذه إذا هربتي تقصد جولي ريبوني فيسمح لي اللجوء إلى القوة دون قتلك يعني مسموح لي أنا من حكومة العالم بأنش حاولت الهرب أن ألجأ إلى إيقافش بالقوة دون قتلك يعني مطلوب مني أني ما أقتلك بس أوقفش بالقوة ويسمح لي أيضا بحبسك التام وهذا سيكون أسهل لي بيكون أسهل علي أني أحبسش أدخلش غرف قفل عليش بعدها لما كنت في الكنيسة تعيش أن حياتش محبوسة في الكنيسة بسبة المرض بس أنت حر لنجح تحركين والناس يدخلوا عندش ويطلعون لأن أنا أنا بحولش إلى سجن بس نخرش ويقفل عليش زي السجن وبعدين قامت تطير في الهواء طف 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 اللي قدرت المونوا قدرت المشي على القمر اللي يسمىها سنجي أو هي أحد قدرات الرشوشكي الخاصة بال CB9 فيما بعد طبعا CB8 كان أريد يتقن القدرة فواحد من المساعدين جولي ريبوني يقول هذه تقنية حكومة العالم فعلا يعني كلام المالكة العجوز كوني صحيح ذي اللي فعلا أو CB بشكل عام من العملاء السريين والملعون ألفة تكمل كلام يقول ويسمح لي بالتخلص من المعاونين في الجريمة ربعش اللي عاونه في الجريمة دي مسموح لإني أقتلهم أتخلص عليهم باللحمة هذه جولي ريبوني قاعدة تشوف دي قاعدة طير جاية بس ولع في رأسها ذكريات كلام دار بينها وبين أبوها اللي هو كومة وتقول أخبرني أبي كيف يبدو شكل نيكا شان أنا عارف أن الشخص اللي قدامي هذا هو نيكا الفتن نبو أو الجوي بوي المستقبلي فيرد عليها كومة يقول لا أحد يعرف شكل نيكا ما أحد مني يعرف ويش هو شكل نيكا في المحارب ولكن ويقول ذلكلم اللي هو المستقبل المشوه وهذه القدرة ظهرت من قبل أن جولي ريبوني تستخدم نسخ من نسخها في المستقبل المختلفة مع النسخة الفعلية الحالية فأتماع جولي ريبوني قال ترعوا بولي مفجوعين أنها تحولت إلى شكل كبير في عمر كبير وضخمة جدا بس يادها متحولة كده زي المطاط نفس شكل لكا تماما لأنها قال تذكرت كلام أبوها لأنها قال لها أبوها في الماضي ولكن قيل أن جسد قيل أن جسد الجوي بوي أو فتى النبوها أو نيكا يملك خواص تشبه المطاط ويقاتل كما تملي عليه مخيلته زي ما يتخيل يقاتل ويوم ضربت جولي ريبوني وجه ألف بقسات تبوكس عملاق ضخم جدا جبار قالت كلمة مستقبل يشبه نيكا هذا اسم تقنيتها دسترشين فيوتر نيكا ميتاي نا ميراي يعني مستقبل يشبهني في وجه ألف بزد تقبزة بردت خاطري وحقدي اللي عليها طول الفصل اللي قاعد تشقق رسائل أبوها بس والله ضربها ما تكفي طبعا جابنا الكاتب وجه ألف متفقع وطايحة ما دي طاحت في الماء طاحت بره ما يهمنا وتعليق من الراوي أنباء هروب الرهينة بوني في نهاية إلى الآن جولي ريبوني رهينة عندهم عن أجل لهم يضمنون أن بارتلوم يقومها ما يهرم يوقف عملية التحول إلى آلي أو عملية مسحة ذكرى يعني أنباء هروبها وصلت إلى مسامع حكومة العالم فورا وجه خبر مرضو سفينة الصيد أنه ممكن على سفينة صيد التي أبحرت لتبحث عن والدها أنه طلعت ترى تدور على أبوها جولي ريبوني خرجت البحر تدور على أبوها هذا خلطة ألفة ترى أنه لو الرسائل كانت توصل كان ممكن على الأقل جولي ريبوني هدات جد العجوز كوني شكت وجولي ريبوني يوم قالت العجوز اقتنع فالكاتب هذا يروي يقول أن السفينة الصيد تبدلت تدريجيا إلى سفينة قراصنة وهنا فعلا ندري أن جولي ريبوني بعد ستة شهور من الحادثة هذه ستوصل إلى الخبيل شابودي وستكون واحدة من السوبرروفة اللي جائزتها فوق المائة مليون بيلي وتعليق الراوي كان جميل تحول التدريجيا إلى سفينة قراصنة من الجيل الجديد تنافس لوفي والآخرين على الجيل الأسوأ وانتهى الفصل على كده بتعليق من الراوي أو المحرر وتمضي الفتاة إلى المستقبل جولي ريبوني تمضي إلى المستقبل المجهول لما ندري وشو أصلا ومع هذا التعليق انتهى الفصل وجمعها تعليق مرعب مخيف مؤلم لا يوجد فصل لسبوع القادم رح ننتظر سبعين عشان يجي الفصل لبعد هذا الفصل للأسف طبعا على كده كده أصلا لنهاية هذا الانطباع أنا صوتي نشق من الانطباع حق مانقام بيس ومن بعد انطباع أنمي جوجيتسو كايزن فما كان بإمكاني صارخ والفصل زي ما قلنا هادي وبارد ما ينفت تتصارخ معاه فهذا السلوب رح يتوقف بعد ما تتوقف الذكريات الحزينة الفلاشباك الحزينة اللي حاليا نكمل سبع فصول ونادرنا بيكمل السبع الجاي ثمان فصول من الذكريات الحزينة لكم ما ندري متى رح تنتهي لكم صلى النهاية هذا الانطباع أتمنى أن نعرضكم وستحسنكم في الختام قلوا معاي سبحانك الله ومحمدك أشهد الله إلا إلا أنت أستغرقتم بليك تصور الاشتراك واللايك والشير ونشوفكم على خير